في الوقع تسارعت التطورات خلال ساعات ما بعد ظهر بعد تنفيذ حزب الله أولى عمليته لهذا اليوم والتي استهدفت منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وأوقعت تقمها بحسب البيان بين قتيل وجريح هذه العملية رد الجيش الإسرائيلي بعدها بقصف مدفعي على أطراف بلدة الخيام الأطراف الشرقية للبلدة وأيضا لبلدة راشية الفخار وبلدة الخريبة بقضائف مدفعية أيضا إسرائيل قامت اليوم باستهداف واغتيال بالأحرى أحد كوادر حزب الله أو مقاتليه في بلدة عين بعال في قضاء صور بعدما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة كانت تسلك هذا الطريق وكان بداخلها شخص واحد قتل على الفور جراء هذا الصاروخ الذي استهدف السيارة وإثر ذلك أيضا تم جرح اثنين كان في الخارج لم يكونا داخل السيارة إنما كان خارج السيارة ربما هما مدنيان كان بقرب تلك السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي الذي قال إعلامه بأن المستهدف كان أحد كوادر حزب الله أو أحد القادة الميدانيين للحزب في تلك المنطقة الحزب بطبيعة الحال حتى هذه الساعة لم يصدر أي بيان نعي ولم يتم تأكيد هذا الموضوع من قبل الجهات الرسمية أي حزب الله بالتحديد إذن ساعات ما بعد الظهور هي شهدت تصعيدا بعد هدوء تام شهدته كافة أو طول الخط الأزرق منذ منتصف ليل أمس حتى الساعة الثانية ظهرا كان الهدوء مستتب ولم يكن هناك أي عملية لحزب الله وأي استهداف إن كان مدفعي أو صاروخي من قبل الجيش الإسرائيلي لكن يمكن القول بأن ساعات ما بعد الظهور عادت إلى حموتها وإلى سخونتها والعملية الأولى التي نفذها حزب الله حتى هذه الساعة هي الأولى لكن أيضا سمعنا من خلال العلام الإسرائيلي بأن صافرات الإنذار دوت في أكثر من مستوطنة وموقع في القطاع الغربي القطاع هو بعيد عننا بطبيعة الحال لا يمكن لنا أن نسمع إن كان هناك أي عملية أو أي إطلاق صواريخ من تلك المنطقة بسبب بعد المسافة لكن أيضا حزب الله حتى الساعة لم يعلن عن أي عملية في القطاع الغربي بانتظار الساعات القادمة ربما يكون هناك إعلان عن عمليات جديدة قام بها حزب الله أو ربما يقوم بها خلال الساعات القادمة وأيضا أي تطورات من الجانب الإسرائيلي باتجاه البلدات اللبنانية نحن بانتظار التطورات التي بدأت ما بعد ظهر هذا اليوم نعم ما وقع التهديدات الإسرائيلية بالرد على إيران داخل لبنان في الواقع حالة الترقب هي حاصلة وموجودة منذ قبل هذه التهديدات أو هذا الإعلان عن الرد كان هناك ترقب وقلق من رد إيران على إسرائيل الذي جاء قبل يومين وكان هناك تساؤلات إن كانت سيكون هذا الرد من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل بطبيعة الحال لبنان وهو بات جزء من هذه الحرب التي بدأت على قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي وما زالت مستمرة وهذه الجبهة المفتوحة إسنادا لقطاع غزة بحسب حزب الله كل ما يأتي خلف ذلك أو نتائج ذلك هو بطبيعة الحال ينعكس على لبنان بسبب هذا الارتباط الحاصل بالحرب الواقع على الغزة واليوم دخلت إيران على الخط من خلال ردها على استهداف المصلية التابعة لها في دمشق إذن الحالة هي حالة قلق وتوتر وخاصة في القرى الجنوبية اللبنانية التي تعيش منذ أكثر من ستة أشهر حالة من النزوح والنزوح مازال مستمرا خاصة في القرى الحدودية المتاخمة للشريط الأزرق وأيضا تأتي اليوم هذه التهديدات لتكون أكثر قلقا على المواطنين اللبنانيين بالتحديد لأن لبنان بطبيعة الحال إن كان رسميا أو شعبيا لا يستطيع أن يتحمل أي طبيعات لحرب قد تكون شاملة وكبيرة على هذا البلد هي أصلا الحرب التي تدور في نطاق معين باتت عبءا على المواطنين الذين نزحوا أو المواطنين الذين ما زالوا صامدين في قرىهم وبيوتهم في الجنوب اللبناني إذن هي الحالة حالة ترقب لا يمكن نوصفها بأكثر من ذلك وحالة انتظار لما ستحمله الساعات القادمة أو الأيام القادمة حنان عيسى مراسلة الغد من جنوب لبنان شكرا لك